العيد شعار للمسلمين الأعياد شعارات للأمم الأعياد هذه مسألة عقدية شرعية دينية وليست مجرد عادات وليس في الإسلام أعياد سوى عيد الأسبوع الجمعة وعيداء السنة الفطر والأضحى وقد قال أنس رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذا للومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطري راودود هذا الإبدال نعمة من الله لابد نستوعب معنى الإبدال هذا إزاحة شعار الجاهلية وإحلال شعار من شعارات الإسلام بدلا من الله واللعب وما فيها من المحرمات ذكر وشكر ومغفرة وعفو وصلاة وتكبير ولعب مباح إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا هذه من الشعائر تميزت أعياد المسلمين عن أعياد الجاهلية بأن فيها توحيد يا أخي التكبير هذا يكفي إظهار الفرح والسرور بنعمة إتمام الصيام وهذه في الأضحى فيه الأضحية والهدي وكذلك فيه الطواف والسعي والرمي والحلق يعني عبادات مرتبط بعبادات شعائر عظيمة قبل عيد الفطر الصيام وقبل عيد الأضحى عرفة هذا ركن الحج وذاك ركن الإسلام أعياد المسلمين بعد إكمال طاعة أعياد المسلمين فيها فرح بنعمة تشريع دين توحيد وخير عظيم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا